هو بالسهل كده يا لها تبقى مجرم ومتصيط أما يا أخويا جبت الجرأة دي كلها منين دلقاهم ما شفت العيال الترام دول داخلين عليك ورفعين عليك لمسجدين ربك والحق قلبي وقع في رجلي وقرأت عليك الفتحة ايه؟ انت مخفتش يا جبع؟ لا أنا مخفتش وبس دلقا كنت مرعوب يا جنبوني انت مرعوب؟ أما يا أخويا ما كان شبعان عليك ليه؟ ما هي دي بقى يا جنبوني أول شروط للجرام انك تبقى من جوا مرعوب وعصفور مكسور الجناح لكن اللي باين للناس انك سقر ومستنى تهجم على فرستك في اي وقت ومش خايف من موت هتلاقي اللي قدامك اتشل تفكيره ألا ده سكان اللي قدام ومش خايف من موت يبقى أكيد مفيش فايدة في تخوفه ساعتها بس يا بون بوني تعرف انك سيقت آه يا ابن اللزينة يعني انت كنت عارف ان انت هتخرج من العملية دي صغ سليم؟ وانت مصدق مصدق نفسي يا بون بوني وطاير في السماء آه يا ميشو يا اخي نفسي بقى زيك كده واطين في السماء ورفرف كمان احنا ما تصدق ان عندك جناحين هتقل لسه هصدق تاني يا ميشو ده نبقى رد رد يا ميت ده هلو يا ميت ميت آه يا سردينة الي لدي طب خليك معايا خليك معايا دلوات سردينة بتاع العزبة المعلمة مش يشتوي هتجوز بنته النهاردة الصابة من صوب يومو والدلوات بومبا وباعو بعد ملعف منه عشر مواكي والشبكة وحايزك هميشو تقبلو حقه آه يا سردينة ميشو هياخد خمس اساتك يستننا في المدان واحنا هنجيله زي ما سمعت بقى يلا مطلب لبش يلا دينا بدو بقولك ايه السنة صحيح بيت هتروح له جد ولا حلاق ت ومشتردينه لحق بقى لازم يرجع بقى لا تستنى بايشو التعاتون طيوان يرا دوني في ايه بقولك ايه انتا هتعمل ايه مع البيت بتاع تبليار دولي انت ما شادتش علم عليك ولا حاجة زيها زي الجره افهم بقى هلا احنا اتخلقنا عشان نتحبن مش نحب وقد لاحظ لومبروزو بعد تشريح جسس عدد كبير من المجرمين الذي تتصف جرائمهم بالعنف والقصوة وبعد فحصها تبين وجود عيوب في تكوينهم الجسماني وشزوس في الجمجمح بالاضافة الى العصبية الزائدة عن الحد ايه خبرة بيضي نفس الصفات بتاعت بابا ايه كمان ايه كمان ومن ابرز الحالات التي درسها حالة لس وقاطع طريق خطر قتل اكثر من عشرون شخصا وقتل اولاده قتل اولاده قتل اولاده وقطعهم اربا قطعهم اربا اربا ايه ده لا انا عمري ما بابا يعمل معي كده ممكن يقتل ايه ايا قطعنا لاتبيناط صفاتي bile smart عشان اتأكد عدم انتظامم وتشابه نصفي الوجه غزارة في شعر الجسم واستعماليد الياد اليسره وجدخامة الكافين ايه انا لازم اتأكد بنفسي قطعهم اربا مرحب غيري في العام انا يسعي دياد بصيصني كنه ليه؟ عدم انتظام وتشابه نصفاء الوجه في حاجة يا انا لا بابا اصل حضرتك وحشينها او 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 وحش لما يلهفك تعال يا اخويا تسامن معايا بدل ما انت بصصني في اللقم حضر بابا عادت بعيد ليه؟ تعالى هنا حضر بابا يا ابني هنا حضر بابا هنا هنا عايده يا بابا اعقد على حجرك يا بابا اقول ليه؟ ليه رضعك ان شاء الله؟ لا ازف امسك غزارة في شعر الجسم واستعمال اليد الاسرة وضخمة الكفين ما تاخد حيلة يا ريلا حضر بابا حبيبي على فكرة بابا انا ما احبك اوي يا سلام من امتى يا اخوة ان شاء الله؟ من حبة اصد من نهاردة بابا من زمان او او بابا بابا انا عايز حضرتك يعني تعتبرني فاطين ساعدك الاين ان شاء الله هيا الواده الجنن ها اكيد الجنن ومين فاطين ساعدك الايمن جنن؟ برضه مش فاهم اللي عايز اوصله لك يا ستيشن ان البنى ادم مننا ما هو الا مجموعة صور جوه البوم الصور دي هي مراحل حياته والالبوم ده هو ذاكرته فيه بني ادمين الالبوم ده بالنسبة لهم بيبقى مصدر فخر لانه بيفكرهم بتاريخه من ناصع الجميل وفيه بني ادمين الالبوم ده بالنسبة لهم بيبقى نقمة بيبقوا عايتين يحرقوه يدمروه لانه بيفكرهم بتاريخهم المجري القبيح فهمت؟ يعني انت حضرتك عايزنا اشتري الالبوم وحط في الصور يشيني ايه ما تركز معاه شوية السلو عليكو عم أنس ازايك عم ستيشن با ايه بالك يا فوتين بكل هنجلي ها اقولك بعد اذن حضرتك عم ستيشن عم أنس انا هتقتل هتقتل هتقطع اربان اربان مين ده اللي اقتلك ولا يا منك وانا موجود بابا ايه هو ايه لك لا اما المين اللي قال لك اللي مروزه اللي مروزه هو اللي قدي تحية والمسا جاية من كابتن خاند الخباب ولما نقول الخباب يعني الويل الويلة الويل بيسبح ويمسي عالمعالم الشستاوي المعالم الشستاوي يصحب الليل ميسوا الحاوي ميسوا الحاوي الماني قاله ادم الماني الليلة وصاحب الليلة يعني المعالم الشستاوي يعني كل جاري تيور الروشة يعني اصحى واصطبح الفرخة بتتدبح والسلام على طول السلام ميشوا جاي بيصبح ويمسي ويقوم بالواجب اللي ما يعرفش يميشوا يبقى ما يعرفش الرجولة ولا نزل مصر ميشوا الحاوي يا رجالة جاي علشان يقوم بالواجب وعلشان يقولك يا معلم ان سردينة اللي كان هياخد بنتك العروسة جاي ومعايا وبنفس رضي علشان يقولك يا معلم شستاوي الف مبروح ومية الورد دي تحية مني يا معلم وما بتترشش غير للورد سلام يا أبا وطالما قمنا بقى بالواجب يبقى ناخد حقنا احنا معلم لينا حق عندك حق حق يا يا ميشوا الواجب سردينة يا معلم كان ليه عندك عشر تلاف وكان جايب لبنتك العروسة شابكة بعشر تلاف هناخدهم ونمشي علشان ليلة بنتك العروسة هتكمل هتكمل يا ميشوا لسنوا يا رجالة كله مكانه على فكرة يا معلم شستاوي مية الورد اللي ترشت دي مخلوطة ببنزين وبنزين تمانين كمان علشان تعرف غالب دي معلم وزمان الرجالة كلها بره دلوقت مرشاء الفرح كله أنا بيب غاز يعني لو الولاعة دي وقعت مني من غصب عني يبقى كلنا هنشوف نار جهنم صوت وصوت ها قلت ايه يا معلم اللي عنده دم أحسن من اللي عنده عزبة وانت أمعلم عندك عزبة ماشي ماشي هميشو طلامة بقى يا رجالة الحق رجع لاصحابه يبقى سلام وتحية والكل يرقس رجالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ده ايه لغلب ده يا ربي عم أنس عم أنس أنا خايف موت يا عم أنس اللي أصحى الصبح ألاقي نفسي متأضع إره وكل حتة إره مرمية كده في الشقة ما يتخيرش يا فاطين وما يتخوفينش معاكم مال ولا وبعدين كلام لومبروجو ده مجرد نظرية وفي النظرية التانية غريها كتير لا ما هو كل كلمة من اللي قالها تنطبق ثابتة على بابا وعلى أخي يمشوا كمان ايه على يمشوا ده 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 شر جواه بتقول حاجة عمي؟ لا 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 ما بقولش انا بقول يعني انه كلام لما روزه ده ممكن ينطبق على الجد الكبير عبد الحاوي ما هو كان قاطع طريق وعايش في الصحة وبابا سيد الحاوي حفيده يعني اكيد اكيد يا عمي ورس منه كل حاجة لا لا بس يعني ما توصلش لحد القتل يعني بس حتياتين انت ببعت معي بعد كده بقى لا يا عمي ما انا فكرت في كده برضه وقلت بقى ايه ما ممكن بابا ينزل يقوم دباحنا انا وانت كده عمي ويشرب من دمانة باكحة يا فاطين انت بادفق زي العادة عشان كل حاجة يتنشى كالمعتاد يا عمي ولو حصيت بأي حاجة فاطين ارجوك ادي لي رنة وانا هتصرف حاضر يا عمي وبرضو لو حضرتك يعني حصيت بأي خطر او حصيت مثلا ان بابا حاب يبدأ بحضرتك انت الاول واتباحك انت الاول ما تترددش يا عمي ادي لي رنة على طول هتابل ايه يا فاطين هتابل لك يا عمي ان ربنا انك جي وتقدر تغرب منه وتجري منه رهوان بس انا ارجع باقول برضو كلام لبروزو ده كلام نظري يعني ابو كيسر اه انما يقتل لا يلا حبيبي يلا حبيبي اطلع قدتك نام وانسى ان انت قريت لبروزو للهاتي خالص مبش اي حاجة لا يا عمي ما انا دلوقتي مش هقدر اطلع انا لوحدي عمي ما تجي تطلعني حاضر حاضر حبيبي عيش ان اسمتلك بس ان الموضوع عادي خالص مبش اي حاجة يلا تفضل لبناء بي لا 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 مصحش حاضرتك تفضل انت الاول اللي انت عمي يعني افمان بابا مابا حاضر يا سيدي حاضر الامر لله يا ملاجي يا رب ايه خبي ايه ايه اول عمي عمي مطوط العين تا وأنا هستلك هنا اذا كنت انا مطلعك مش عمي مش هاجة مش هادة نرحة عمي المترجم للقناة 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 تموت القسود في الغابات جوعاً ولا حمدقني تأكله الكلاب نصبنا كده بقى يا عمي نصبنا كده ما تقلقش علي أنا كنت جندي في الحرب وعرف ازاي أخطط واناور وانا عرف ازاي أجري عمي عشنا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا عمي يا عمي لمش هاي جنبي والله أنا خيب أحلم بكي بابيس لا 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 افكر في َ مهمة جنين ماية حيات لطيفة شلالات أحلم بقى فلاطون طي الله يا حبيبي تسبع عليك عم انت بنها الخير يا عم عم أنس خلي بالك من نفسك تايي بحالة يلا نام بقى عشان تروح المدرسة يا رب توق عشان تروح عشان تروح المدرسة عشان تروح عم أنس عشان تروح المدرسة ممكن أنزل لو سمعت ليه عايزة أدخل شاقتي ليه أصلاح وحشتني بقى لي فترة سأبقى لوحدها وسبتها لوحدها ليه كنت بتطمن على فاطين وعدين هو تحقيق جره يا بيشو تنسي نفسك ده لحمك برضو ماشي تفضل انزل بس تاني مرة ما تسيبهاش لوحدها لحسن يبقى في حرامي كده ولا كده يقشطها لا هو في حرامية ممكن تدخل البيت وانت موجود تصبع لخير يا عمي انت ماذا عمي اول مرة ميشو يقول لي يا عمي بس طلع منبقه زي العسن اذا هل ميشو ده ما بيجشر بالتهزيق الاس وانت من اهل